صوت يعلو عزائي المشاهدين فوق صوت مباريات افريق للاندية المصرية الاربعة وخصوصا الاهلي والزمالك او الزمالك الاهلي لان الزمالك هو اللي حيبدأ الاول في تونس كلام كتير ظهر صدر اعلن خلال الساعات الاخيرة بالامس كان معنا الزميل اعلامي التونسي الكبير عدنان بن مراد واكد لنا بملادع مجال الشك ان المباراة ستقام بجمهور وان التذاكر سيتم طرحها اليوم في الاسواق وهذا ما حدث ولكن وزارة الصحة التونسية اثارت الالأ والبلبلة فيها الشارع التونسي لما نصحت انه المباراة تقام بدون حضور جماهيري دخلت صراعات خناعات مشاكل الاتحاد التونسي برئاسة سيد وديع الجريء دخل ببيان مباشرة قالك تواصلنا اتصلنا مفيش حاجة من دي خالص ثم عدت وزارة الصحة التونسية لتؤكد انها كانت تقصد الجماهير الزائرة بمعنى الجماهير المصاحبة لنادي الزمالك من المعروف انه مفيش جماهير سفرت حتى هذه اللحظة وانه جمهور الزمالك يعني بيتوجه يوميها بيبقى في طيارة صغيرة طيارة شارتر او طيارات شارتر او قبلها بيوم لانه مش معقولة يعني الجماهير هتروح مع النادي اربعة ايام تكاليف والاقامة وحواديد كثيرة جدا وبالتالي الزمالك سيحرم من جماهيره هناك في تونس بسبب كورونا ليه بس سؤال انه طيب ما هو فيه ستين الف موجودين في الملعب موجودين في المباراة وبالتالي الخمسمية او الالف اللي كانوا هيصاحبوا الزمالك ما اعتقدش انهم هيعملوا مشكلة خاصة انهم هيعودوا في مدرج لوحدهم هل فيه اجراءات سفر هل فيه اجراءات صحية موجودة في مطار تونس انا كنت في تونس من كم يوم ولما رجعت كانت الامور عادية لكن لم تكن هناك اي حالات ظهرت في تونس ظهرت اول امس الحالة الاولى في تونس وبالتالي يعني المسؤولين في تونس قرروا هذا القرار القصة كثيرة وكبيرة